وفي إطار جهود الدولة باتخاذ الترتيبات الخاصة للإفراج عن كل السلع الموجودة في المواني تباعاً تم الإفراج عن بضائع بحوالي 300 مليون دولار يومي الأربعاء والخميس الماضيين وأكدت وزارة الزراع أن نصيب مستلزمات الأعلاف بلغ حوالي 81 مليون دولار حيث تم الإفراج عن 172 ألف طن من الزرة وفول الصوية وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي ومن خلال القطاع المصرفي وأضفت الزراعة أن الإفراج شمل 146 ألف طن من الزرة بحوالي 58 مليون وأربعمائة ألف دولار وحوالي 26 ألف طن من فول الصوية بقيمة تقدر بحوالي 19 مليون ومائتي ألف دولار وأيضاً إضافات أعلاف بحوالي 3 ملايين وأربعمائة ألف دولار